ومعنا في الستوديو للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ محمد لمين وللفاضل نائب الأمين التنفيذي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أهلا وسهلا أستاذ محمد لمين أهلا شكرا عن لقاءات من حين لآخر بين وفدي المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة والأغلبية الحاكمة هل يمكن القول بناء على ذلك أن خطوة بدأت تقطع نحو الحوار السياسي؟ لا أستطع أن أقول بأن هناك خطوة تجسدت قد قطعت لكن هناك على الأقل محاولات كان من المفترض أن يكون هناك قد وصل إلى المنتدى رد منذ حدة أشهر رد مكتوب ولكنه حتى الآن لم يصل كان آخر لقاء هو لقاء اليوم والذي وعدت السلطة وفد السلطة بأنه سيرد بعد انتهاء زيارات الرئيس وهذه الزيارات أيضا التي تستمر وقتا طويلا نحن لا نعرف ما القصد بالضبط من هذه الزيارات المهم أنها ستعلق أيضا الحوار لمدة أيام على الأقل وننتظر بعد عودة الرئيس وبعد عودة الوفد الملافق له ننتظر لجواب المكتوب من طالب السلطة الآن يعني خلال اليومين الأخيرين أو الثلاثة أيام الأخيرة كان هناك لقاءان ما بين الطرفين ما الذي تم بالضبط؟ لا شيء بالضبط تمامته كانت هناك لقاعات كان من المفترض أن يصل إلى المتدى رد مكتوب حتى الآن ما زال يطالب بالرد مكتوب كانت هناك لقاءات في هذا الإطار وكان دائما يتظر الرد مكتوب وإلى الآن لم يصل هذا الرد مكتوب وبطبيعة الحال المتدى سلم وثيقة مكتوبة وكان من المفترض أن تكون قد وصلت إليه أيضا وثيقة مكتوبة ولو وصلت وثيقة مكتوبة السلطة توافق علىها لا توافق علىها لا تتحفظ علىها كان من المفترض أن يكون هناك الرد واضح للمتدى المتدى الآن لا يملك ردودا مضبوطة وموثوقة لأنه حتى كان يحصل هناك تناقض في إطار لنقاش الأجوبة على الإسر المعينة نحن نتظر أجوبة مكتوبة عندما تصل إلى الأجوبة المكتوبة سيكون هناك رد نهاي من المتدى على الحال طيب بين الرد ورد الآخر هل يمكن القول إن هذا هو الطريق الأمثل للحوار ما دامت هناك ردود تنتظر ردود أخرى تلك تنتظر ردود متى يتم الخروج من هذه الدوامة؟ على الأقل نحن يمكن نقول حتى الآن بأن الحوار لا يمكن أن نقدم صرة متشايمة ونقول الحوار انتهى هذه لا نستطيع أن نقولها لا يمكن أيضا القول أنه قد بدأ نحن الآن في مرحلة انتقالية بين الحوار واللاحوار والأمور كلها بيد السلطة السلطة هي التي الكرة الآن في ملعبها هي التي من المفترض أن تقدم الرد المكتوبة عندما يصل هذا الرد المكتوب سيقيمه المنتدى وبالتالي سيكون هناك حوار أو لا يكون هناك حوار طيب انعدام الثقة تقول مختلف الأطراف إنه أكبر تحدي يواجه هذا الحوار وعلى الأقل انطلاق الفعلية لهذا الحوار هل تعتقد أن بإمكانكم والأطراف الأخرى فعلا بناء ثقة تستطيعون من خلالها تجاوز هذه المرحلة؟ فعلا هي المشكلة هي انعدام الثقة والثقة أيضا نحن لا نطالب بمستحيل من أجل بناء هذه الثقة نحن نطالب بتطبيق القانون نطالب بتطبيق الدستور نطالب بتطبيق القوانين الملكتين نعتقد بأن هذه ليست مطالب صعبة هذه المطالب لو تحقق شيئا منها لتمكننا من إعادة بناء الثقة ولكن حتى الآن السلطة لم تأخذ موقفا أو قرارة لتطبيق هذا القانون هو هناك مطالب بمساعد دستور يفرض دستور فتح الإعلام الرسمي أمام المعارضة هذا القوانين الكفيلة بتحقيق هذا نحن نطالب بإشراك المعارضة أو بأن الرئيس مثلا يصرح بممتلكاته وانشرها وهذا أيضا يفرض القانون نحن لا نطالب إلا بما يطالب القانون ولو أن السلطة طبقت أشياء من هذه الأمور التي يفرضها القانون لكسبة الثقة ولبنت الثقة من جديد من جديد تمكن من الحوار ولكن حتى الآن السلطة ترفض هذه المطالب وترفض أن تطبيق القانون وبالتالي لا يمكن أن نذهب إلى حوار ونحن مع السلطة وسلطة ما زالت ترفض أن تطبيق أمور عالية طيب ما تتقدمون به في المنتدى بغض النظر عن قانونيته من عدمها هل أنتم مستعدون للتنازل عن بعضه من أجل الحوار؟ الحوار هو خيار استراتيجي لدى المنتدى والمنتدى قام من أجل فرط حوار جدي هذه أولا نجيب أن تكون مهمة هذا تقوله مختلف الأطراف لكن هل أنتم مستعدون فعلا؟ حتى عندما نتحدث عن المصلحة الخاصة للأحزاب هو لا يمكن أن يعيش حزب خارج حوار خارج الانتخابات الأحزاب تعيش بالانتخابات تعيش بالمناصب التي تحصل عليها وبالتالي عندما يتخذ حزب معارض مقاطعة الانتخابات هو يتخذ قرار يكلف الكثير وبالتالي لا نستطيع أن نشكك في نوايا حزب من أجل الانتخابات ولكن أيضا المنتدى قرر بأنه لن يدخل إلا في حوار جدي نحن لدينا تجلب حوار 2012 نحن لدينا تجارب مقابل ذلك وبالتالي هذه لم تحل مشكلة بل أزمت الوضع والمنتدى اليوم أصبح مصمم على أدن ولي يدخل إلا حوار جدي يمكنه أن يساعد في كل هذه الأزمة التي طالت وامتدت لعدة سنوات طيب قمتم في الأوين الأخيرة بإجراء بتشكيل هيئات جديدة للمنتدى لكن الملاحظة أن القطب النقابي لا يزال حتى الآن معلق في هذه التشكيلة هل لذلك يشيبي أن هناك خلافات ربما تطفو على السطح وربما تؤثر أيضا على مسار الحوار لا بالعكس حتى الآن هناك خلافات أنا لا أنتم دائما في الصحابة تأخذون النقاط السلبية المنتدى منذ تأسسه إلى غاية اليوم سنة زيادة لم يحصل فيه أي أمالية انسحاب لم يحصل فيه أي قرارة التي اتخذها بإجماع ورفها بإجماع مقاطعة انتخابات الياسية كانت مقاطعة إجماعية الآن فيما يحدث على مستوى النقابات هناك اختلاف في وجهة النظر هناك من يعتبر بأن الحصول على الأغلبية يمكنه من الحصول على المناصب المخصصة للنقابات وهناك من يرى بأنه هناك ضرورة للتناوب والمنتداء منذ أشياء لا يتخذ القرارات إلا بشكل توافقي وإجماعي ونحن ننتقل النقابات إلى هذا القرارات الإجماعي وستصل إليها قلبا وسترصت إذن الأستاذ محمد رمي للفاضل نائب الأمين التنفيذي لمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة شكرا جزيلا شكرا جزيلا